مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم لحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع نتوقع أن تكون خلال هذا الأسبوع أجواء مستقرة بشكل عام ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها بشكل واضح مشاهدينا فاصل ونواصل مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى نستعرض سويا الأحوال الجوية المتوقعة بدءا من يوم الأحد يوم الأحد ارتفاع على درجات الحرارة أجواء معتدلة نهارا ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 32 والصغرى 21 المرتفعات الوسطى 27-17 المرتفعات الجنوبية 23-15 والأغوار والبحر الميت أجواء حارة نسبيا ما بين 34 إلى 35 العظمى والصغرى بهدود 23 درجة مئوية البادية الجنوبية الشرقية 28-18 والبادية الشرقية 31 إلى 18 درجة مئوية يوم الأثنين استمرار درجات الحرارة أعلى من معدلاتها استمرار الأجواء المعتدلة في النهار اللطيفة في الليل المناطق الشمالية العظمى 31 والصغرى 20 المرتفعات الوسطى 26-17 المرتفعات الجنوبية 23-14 والأغوار والبحر الميت وخليج العقبة أجواء حارة نسبيا والعظمى بحدود 35 والصغرى ما بين 23 إلى 24 درجة مئوية البادية الجنوبية الشرقية 29-17 والبادية الشرقية 30 إلى 17 درجة مئوية الثلاثة انخفاض قليل على درجات الحرارة لكن تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل وتبقى الأجواء معتدلة بالنهار اللطيفة بالليل العظمى في المناطق الشمالية 29 والصغرى 19 المرتفعات الوسطى 25 العظمى والصغرى 18 المرتفعات الجنوبية 21-15 والأغوار والبحر الميت ما بين 32 إلى 33 وكذلك خليج العقبة والصغرى بحدود 23 درجة مئوية البادية الجنوبية الشرقية 27 إلى 16 والبادية الشرقية 29 إلى 17 درجة مئوية يوم الأربعاء ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى وبتكون أعلى من معدلاتها بشكل واضح العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 31 والصغرى 23 المرتفعات الوسطى 28-19 المرتفعات الجنوبية 25-17 والأغوار والبحر الميت وخليج العقبة أجواء حارة نسبيا 35 إلى 25 درجة مئوية والبادية الجنوبية الشرقية 27-16 والبادية الشرقية 29 إلى 18 درجة مئوية الخميس استمرار الأجواء مستقرة واستمرار درجات الحرارة على معدلاتها وأيضا أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل والمناطق الشمالية 32 إلى 22 المرتفعات الوسطى 29 إلى 18 المرتفعات الجنوبية 26-16 الأغوار والبحر الميت 36 إلى 25 خليج العقبة 35 إلى 25 والأجواء في الأغوار البحر الميت أجواء حارة نسبيا المرتفعات البادية الجنوبية الشرقية 28-18 والبادية الشرقية 30 إلى 20 درجة مئوية يوم الجمعة إن شاء الله انخفاض على درجات الحرارة أو بداية للانخفاض ولكن تبقى تقريبا أعلى من المعدل بقليل مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة وتبقى الأجواء معتدلة في النهار اللطيفة بالليل المرتفعات المناطق الشمالية 28-19 المرتفعات الوسطى 24-25 العظمى والصغرى 15 المرتفعات الجنوبية 24-13 والأغوار البحر الميت 35-24 25 أجواء حارة نسبيا كذلك خليج العقبة 35-24 أجواء حارة نسبيا والبادية الجنوبية الشرقية 27-16 والبادية الشرقية 30-16 درجة مئوية إذن أجواء خلال طيلة أيام هذا الأسبوع أجواء مستقرة درجات الحرارة أعلى من معدلاتها نتمنى الجميع السلامة نترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة